كما قلت لكم قبل الفاصل سنتحدث عن فعاليات نادي الكتاب في بلدية البيري طبعا قبل عدة أسابيع انتلقت فعاليات الكتاب في مكتبة البيري والذي يهدف إلى تشجيع القراءة وخلق قيادات شابة واعية ترتقي بذاتها ووطنها يستعد في النادي الفتيان والشباب من خلال برامج وفعاليات ثقافية وتطوعية للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف معنا الأستاذ عامر عوض الله مدير الدائرة الثقافية في بلدية البيري سعد صباحك صباح الورد لك ولكافة المشاهدين والمشاهدات الكرام كل عام أنتم بخير بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد كما أوجه التحية لشهدائنا ولأسرانا في سجون الاحتلال ونأمل لهم قريبا الفرج العادل إن شاء الله إن شاء الله وبالتأكيد كل عام أنت بخير إليك كمان في البداية نتحدث عن نادي الكتاب وفكرته كيف جاءت؟ شوفي المكتبات بشكل عام والمكتبات العامة تحديدا بتشجع القراءة بمختلف الأساليب نادي الكتاب هذا امتداد لأندي عديدة نظمتها مكتبة بلدية البيرة على مدار تاريخها بنحكي عن نادي شمس نادي كون ملتقى الإبداع الشبابي الملتقى الثقافي السنوات الماضية الفكرة زي ما حكينا الهدف الرئيسي منها اللي هي تشجيع على القراءة المرة هاي فيه إشي جديد تدخل على الخط عندنا لهذا النادي ينظم بالتعاون مع مجلس أولياء الأمور الموحد لمدارس مدينة البيرة بنحكي عن 14 أو 15 مدرسة حكومية بالتنصيق ما بيننا كإدارة بلدية البيرة وما بين المجلس الموحد بيشارك فيه تقريبا مئة شاب وشابة من الصف الثامن وحتى التوجيهي والدعوة بتكون متاحة للأهالي كمان للحضور فعاليات عديدة متنوعة راحي نحكي عنها إن شاء الله من خلال هذا اللقاء أكيد طبعا يعني من خلال النادي كمان نادي الكتاب في مكتبة بلدية البيرة الهدف منه الهدف الأساسي من هذا النادي الهدف الأساسي هو التشجيع على القراءة الذاتية الحرة لدى الفتيان والفتيات بدءا من صف الثامن لحد توجيهي نعرف إحنا في ظل تطور الوسائل التقنية وسائل التواصل الاجتماعي هناك عزوف عن القراءة وبشكل عام في المجتمع العربي كمان كمان الفلسطيني في بعد وجفاء للكتاب الورقي لذلك كان هناك يعني هذا النادي من خلال وسائل وأساليب ولقاءات نوعا ما ممتعة محببة إلى النفوس بنا نستقطب الجيل للقراءة وللمكتبة كمان بالنسبة للطلاب المشاركين يعني من الفتيان والشباب كيف كان التفاعل بالمشاركة مع هذا النادي اللي بيستهدف أكيد يعني الشباب والجيل الصغير لتشجيعهم على القراءة صحيح إحنا طبعا قبل ما تعطل المدارس بأسبوع وسبوعين أعلننا عن النادي وبدء التسجيل فيه تواصلنا مع مختلف المدارس نسقنا مع التربية والتعليم عممنا البوستر والبروشور الخاص بهذا النادي الحمد لله أنت لما تحكي اللقاء الأول واللقاء الثاني تقريبا مية مية حضره يعني متين طالب هذا إنجاز إنجاز في ظل كمان مرة عزوف الطلاب والفتيان عن القراءة أنا بتخيل أن القاعة كانت ما شاء الله فل الحضور جيد وهون كمان احنا بنحكي عن نقطة مهمة الحضور مش بس من مدينة البيرة بنحكي عن رمالله اللواء وبنحكي كمان عن ضواح القدس فالحضور منوعة من بتونيا كمان كان فهذا إشي جيد بتخيل أكيد طبعا كمان فيه كان فيه فعاليات مؤخرا لو تحدثنا عنها أكتر نعم إحنا يعني أطلقنا لقائين لحد الآن الأسبوع الماضي والأسبوع هذا مبارح كان عنا لقاء استضفنا الكاتب وليد الهودالي حكى عن رواية ستائر العتمع وعرضها وفتحنا معها حوار مفتوح مع الطلاب كان في عنا هناك الست ابتسام ظاهر حكت عن عشر مهارات في النجاح سواء في النجاح في الحياة أو في النجاح في المدرسة كان عنا هناك كاميرا خفية هادفة عن القضية الفلسطينية وجرى حوار ونقاش حولها مبارح استضفنا من باب التبادل الاستقافي مع الحضرات والشعوب استضفنا السيتس فتلانا سرحان هي من قيمة في فلسطين ولكنها روسية الأصل حكت عن التعليم في روسيا كمان كان عنا الدكتور هشام شرباتي دكتور طبعا متقاعد دارس في ألمانيا واشتغل في منظمات دولية حكي عن نهضة ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية وكيف اتطورت يعني بنحكي عن سلسلة فعاليات بصراحة رائعة وتستهوي الطلاب وهون بنركز عن نقطة كمان مهمة جدا انه احنا بنخلي الطالب هو محور اللقاء بمعنى انه لما شخص معين نستضيفه بيحكي مجرد عشر أو خمسة عشر دقيقة فقط عن محوره والبقية الحوار بيكون للطلاب من باب مداخلات واستفسارات ونقاش وهذا اشي مهم جدا انك ما بتعتم دي اسلوب التلقين انه الطالب يستمع والمحاضر يعطي لا احنا بننا الطفل او الطالب او الفتى يحكي ويحاول ويعبع عن رأيه ويسأل اكيد هو اشي تفاعلي حيكون للطلاب لحده ترسخ يعني المعلومة في اذهانهم دائما التلقين ما بيحبوا الاطفال فبيبحثوا عن الاشياء الجديدة بنحكي انه السؤال بداية المعرفة والمعرفة قوة فبنخلي الطالب يحكي ممكن يكون مقموع في المدرسة او في البيت او في الشارع لا احنا عنا في مكتب تلبيرا لابنعطيه مساحة واسعة جدا انه يعبر عن ذاته ويسأل ويتفاعل مع المحاضرين بوجود هذا النادي وهدفه وهو تشجيع القراءة للشباب والفتيان مدى استمرارية نادي الكتاب لحتى يضلوا يعطي المجال للطلاب او للشبان والفتيات والشابات انهم يقدروا يكون في مساحة حرة التعبير عن رأيهم وكمان القراءة احنا في البداية حكينا انه النادي هذه استمرارية لاندية سابقة كل سنة بيكون عندنا نادي معين ويشارك فيه عشرات الطلاب والطالبات من البيرة وضواحيها هذا النادي ان شاء الله حسب رؤيتنا احنا ومجلس اولياء الامور الموحد سيستمر لما بعد رمضان في العطلة الصيفية وكمان على مدار السنة الدراسية ولكن ممكن وقته يتغير الان احنا بننظمه في الفترة الصباحية بواقع العطلة الصيفية ولكن مع المدارس راح يكون فترته مسائية وراح يكون هناك فيه فعاليات متعددة مش تقليدية ولا روتينية بالعكس اشي بيحبه الطفل او الشاب او الفتاة وبيستقطبه انه يجي على النادي وعلى المكتبة كمان كيف شجع نادي الكتاب للقراءة بالنسبة للطلاب شوفي احنا من ضمن الفعاليات مبارح مثلا كان عنا سلسلة قراءة طلعنا الطلاب من مكان مغلق اللي هي القاعة اللي بنسوي فيها الانشطة اخترنا لهم عينة من الكتب في شتى معارف العلوم الانسانية ومع روايات حلوة اخذناهم على ساحة اسعاد الطفولة بجوار البلدية وتوزعوا في الظل تحت الأشجار وكل شاب او بنت مسك كتاب وقرأ منه صفحات معينة اعطناهم تقريبا نصف على القراءة وبعدين صار حوار حول ما قرأوا الان احنا زي ما قلنا الهدف اللي هو تشجيع على القراءة من خلال هاي الوسائل بنا نحاول ان نحثهم على الاشتراك وممكن نسوي لهم تخفيض في رسوم الاشتراك في المكتبة ممكن نعطيهم اسماء كتب معينة مميزة حلوة يقرؤوها من خلال هاي الفعاليات احنا بنأمل انه يزيد منسوب المشتركين في المكتبة يعني بدرجات جيدة المهارات اللي كمان اكيد بالنسبة لهذا النادي بيعطي مهارات وبيكتسب القارئ مهارات بالنسبة للقراءة فاش مهارات اللي اعطاها النادي نادي الكتاب للناس اللي شاركت في هذا شوفي اول شغلة ثقة بالنفس زي ما حكينا الطفل او الطالب بيكون احيانا نخايف انه يحكي امام جمهور فاحنا من خلال هذا النادي ونخليه انه يحكي ويكون فيه ثقة عالية بنفسه اثنين راحين ننظم سلسلة من الفعاليات والمهارات والورش العمل الادارية من ضمنها يعني ازا ما كنا النجاح في الحياة ادارة الوقت ادارة الذات سلسلة مهارات في التنمية البشرية المهمة لا الطلاب مش بشكل جماعي ممكن نختار كل مجموعة وين هي رايحة شو بتحب ننظم لهم من خلال دكاترا متخصصين في هذا المجال هذه بعض الامور اللي احنا بنحاول نغرسها والقيام في ذات الطفل وفي نفسه او الفتى والفتى حتى يقوي شخصيته ويظهر المصاحب للكتاب اكيد استاذ عامر يعني بالنسبة للقراءة واهميتها منعرف انه المعرفة هي سلاح قوي جدا معرفة يعني مع ادراك مش بس انه معرفة وبس يعني وهي عملية تراكمية من خلال القراءة لسنوات عديدة فأديش مهم يعني القراءة من منذ الصغر لحتى الانسان يكبر أساسي شكل هاي يعني القاعدة من المعلومات والمعرفة لحتى يقدر بالنهاي يتكلم يكون عنده وجهات نظره كل هاي الأمور شوفي المكتبات عادتان بتشجع على التعددية الثقافية والانسان ما يكونش مقولب شو اهله بحكوله او شو مدرسة بتحكيله انه يكون خلص يواخذ اشي جامد او يتكون الثقافة بالوراثة لا احنا بنحاول نفتح له مساحات للطالب يقرأ في اي مجال بديها طبعا اكتساب مية في المية الان بنرجع كمان مرة بنقول انه الأسرة إلها دور اللبنة الاولى في تشكل وعي الطالب او الطفل وتشجيع على القراءة وتعبيد الطريق امامه للمكتبة هي الام والابو المكتبة إلها دور جوهري وحيوي المكتبة بتستقبل الطالب بتشجع على القراءة بتعطيه مهارات معينة ولكن الخطوة الاولى المفروض تكون من الأسرة الطفل ببلش يقرأ ويكتسب مهارة القراءة كعادة من أسرته احنا بنحاول انه نوفر في المكتبة كل ما يطلب الطالب او الانسان القارئ بشكل عام المكتبة مكتبة البيرة تحديدا بتحاول توجه يعني تشتري الكتب او تزود المكتبة بالكتب حسب اقبال الناس ورؤيتهم وشو بدهم بيجي شخص بقول لك والله انا فيه كتاب معين مش موجود احنا بنؤمن له اياه ست معينة بدها قصة معينة بنؤمن له اياها لو جبناها من الخارج لذلك احنا دورنا يعني يتعدى بس مجرد انه نوفر مكان انه الطالب يقرأ فيه لا بنعاول نؤمن له اجواء مريحة كتب معينة بنرشح له احيانا كتب معينة يقرأها بتكون مهمة جدا هذا الحكي القراءة دائما زي ما قلنا هي اول المعرفة والمعرفة قوة واحنا كشعب محتل دائما منقول انه بالقراءة نبدع وننتصر ونتقدم لذلك سلاح سلاح الفلسطيني ليس له الا المعرفة والقراءة صحيح بالضبط وخاصة الجيل يعني هذا الموجود لانه اكيد هو رح يكون صانع المستقبل صحيح ان شاء الله النصر والمستقبل بالضبط اكيد طبعا استاذ عامري يعني رسالة اخيرة بتحب ترجيها للمشاهدين وعائلات كمان الاطفال والشبان تشجيع مع القراءة احنا دائما في دين اول ايه في رمضان نستثمر هذا الوجود انه اقرأ دائما من كل اقرأ اول ايه نزلت في القرآن الكريم اقرأ وقارئ اليوم هو قائد ومفكر وعالم الغد لذلك انا بوجه من هنا من على هذا المنبر رسالة لكل الاهالي تحديدا للام الفلسطينية اولا ثانيا لوزارة الثقافة ثالثا لمؤسسة التربية والتعليم انه جهودنا كلها تضافر معا من اجل خلق جيل قارئ يحرص على القراءة كما يحرص على شراء قذاء او اكله انا بتخيل كمان مرة الكتاب الورقي مهم جدا بعيدا عن وسائل التقنية ليست سيئة وسائل التقنية ولكن بالمقابل هناك كتاب ورقي انا بدعو الجميع انه يزور المكتبات يتواصل معها بشكل دائم لانه كمان مرة بالقراءة نرتقي ننتصر محقق احلامنا ورؤانا اكيد طبعا مثل ما قلت في البداية يعني ما بدنا يصير حالة فعلا جفاء مع الكتاب لانه يعني الكتاب بقدر الواحد يترسخ المعلومات اسرع يرجع له يخطط يعني معلومات الى تقوص معين الكتاب الورقي مهم جدا انه يكون معنا حليفنا دائما الكتاب ننجح وننتصر اكيد طبعا واكيد كمشكورين على جهودكم لعمل فعاليات ناد الكتاب في مكتبة بلدية البيرة وان شاء الله من عطاء العطاء انا بحس كمان جمهورنا احنا بعد العيد انه فعاليات متواصلة خلال الشهرين العطلة موجهة لمختلف الفئات العمرية بدءا من الاطفال حتى كبار السن مال من الجميع انه يتابعنا على صفحة الدائرة الثقافية بلدية البيرة وكمان الناس والجمهور بيشرفنا في داخل المكتبة نفسها طب احكي لنا شوي عن الفعاليات احتمال كبير يكون عندنا في مخيم مخيم صيفي نموذجي احتمال كبير كمان يكون عندنا مخيم مع جمعية ابناء البيرة مخيم هذا رح يكون للمغتربين احنا بنعرف اهلنا في مدينة البيرة جزء كبير من ابنائنا واطفالنا موجودين في الولايات المتحدة جزء كبير منهم بيجي بعطل في مدينة البيرة فراح يكون هناك مخيم نموذجي متنقل رح يكون كمان عندنا مخيم مشوار هذا المخيم بيكون متنقل مش في المكتبة ولكن في احياء المدينة رح يكون عندنا سلسلة من الدورات في اللغات في المهارات الإدارية يعني اشي كثير مرتب هذا كله رح يكون ان شاء الله بعد العيد موجود على صفحتنا ان شاء الله شكرا كتير لك الأستاذ عامر عوض الله مدير الدائرة الثقافية في بلدية البيرة شكرا لك ننتقل الآن إلى زميل عامر شابانة ووصفة في دقيقتين